الآن خلنا نبدأ نتكلم عن حاوية أو هي ليست كحاوية إنما هي كطريقة للتصميم وأيضا أعطيك بعض الهنتات ذات الصلة في عملية التصميم وإظهار الكائنات مبدئيا طبعا هذه أنت راح تبدأ تحتاجها خلال عملك بالجزء الأساس لم تقوم في تصميم الواجهات نتكلم بهذا الفيديو عن شيء يسمى عندك البوردر وهي الحواف من المعروف أن الحواف جدا مهمة في التصميم في أي شيء قلب التصميم يكون إلى حواف وهذه الحواف تكون بثيك بثيكنس معين يعني بسمك معين وبلون معين ويمكن أنه يضيف يضاف لها بعض الخصاص الأخرى مثل أن تعمل حوافها على أساس تكون عندك بزاوية معينة طيب يفترض فرضا أنه عندك هذا هذا الريكتانجل كتصميم تقول أنه ليس جيد أريد أنه أضيف لبوردر حتى أبدأ أميزة طبعا هذا هو الاستاكبن خلينا أبدأ أعمل عليزه طيب داخل إيش راح تشوف عندك لو تبدأ تبحث عن شيء يسمى بوردر راح تشوف عندك خاصيتين اللي هو البوردر برش البرش هو اللون واضح جدا والثيك أول شي خلينا أعطيه الثيك الثيكنس الثيكنس مثلا يكون عندك بمقدار عشر مادئيا لكن طبعا الآن غير واضح بالنسبة لك باحتبار أنه يأخذ نفس اللون اللون الخاص فيه اللي هو الافتراضي فإيش أحتاج أن أقوم بتغيير أعطيه البرش البرش يكون عندك في اللون الوايت فالآن لو تلاحظ وضع لي إيش وضع لي بوردر علي طيب خليه يكون عندك بفايف وبنفس الوقت تريد أنه تضع له كورنر يعني حواف تمام كورنر ريديوس فلو تبحث عن شيء يسمى عندك في الكورنر ريديوس اللي هو نصف القطر اللي الخاص في الكورنر فيمكن تقوم بإعطاءه مثلا بقيمة معينة وبالتالي لو تشوف أنه يصير عندك الحواف يعني بزاوية معينة خليه يعطيه مثلا قيمة ثلاثين حتكون واضحة بالنسبة إليك لاحظ التصميم الآن أصبح نوعا ما جيد وتستطيع أن تتماشى مع هذه الجزئية في تصاميمك الأخرى طيب الآن في من ذلك نقطة جدا مهمة نفترض أنه داخل هذا هذا الـ Red فرضا خلينا أقوم بغلقة بهذا الشكل حتى ستطيعنا أقوم بإضافة داخل كآخر نفترض لديك Button أوكي والـ Content الخاص فيه مثلا عندك Click Me جيد هذا هو الـ Button رح يبدأ يظهر هذا هو الـ Button أوكي هذا هو الـ Button نفترض أنه أعطيه في الـ Background في لون White حتى يكون واضح بالنسبة إليك وأقوم بإعطاءه Margin بمقدار 50 وأقوم بإعطاءه بعض الخصائص الأخرى لاحظ أنه إحنا في مرحلة التصميم حاليا أوكي سعين أعطيه اللون الأمامي للنص اللي هو يسمى عندي في الـ Foreground Foreground أوكي يكون عندك في اللون البلاك فرح يكون عندك واضح مثل ما تلاحظه الآن أمامك جيد لو تذهبون بهذا الشكل هذا هو الـ Button أوكي طيب هذا الـ Button أيضا بنفس الوقت تستطيع أنه تقوم بإضافة إلى حواف طيب لكن طبعا لو تجي على خصائص هذا الـ Button وشوف هل عندك Corner Corner Reduce نعم هناك Corner Reduce يعني تستطيع أن تعمل Set عالي لهذا Corner Reduce مثلا نعمل Set بمقدار 5 أوكي تقوم بتغيير الثك الخاص فيه اللي هو Border لديك بوردر Thickness ليكون عندك بمقدار 5 وأيضا لديك بوردر Brush ليكون عندك يلو مثلا رح يكون عندك بهذا الشكل جيد فأصبح عندك واضح بالنسبة لعملية إضافة ما يسمى عدي في البوردر للكائنات سواء كانت حاويات أو سواء كانت عندك Controls أساسية لكن طبعا بعض الأحيان أنت تحتاج إلى إضافة بوردر لمجموعة كائنات في إيش الحال؟ الحل بكل بساطة أنه تضيف حاوية تسمى عندك بوردر هذه الحاوية تأخذ نفس الخصائص اللي إحنا الآن طفناها للكائن بحد ذاته نفس الخصائص بالضبط يعني مثلا عندك يب خلينا أذهب إلى أوكي أوكي إلى هذه الستاكبنل اللي هي باللون الأبيض هذه الستاكبنل أوكي داخل هذه الستاكبنل داخلها رح أقوم بإضافة شيء يسمى عندي بوردر ثم على ذلك أقوم بإعطاء إيش بإعطاء الثك وإعطاء الخصائص الأخرى فمثلا أعطيه في البوردر بمقدار عشرة وأقوم بإعطاءه في البوردر لبرش يكون عندك في اللون يلو جيد وبعد ذلك أباشر في إضافة الكائنات داخل هذا البوردر أوكي داخل هذا البوردر مثلا إنه هذا البوردر أيضا أعطيه حتى يكون واضح بالنسبة لي الهيط مثلا يكون عندك بمقدار 200 أوكي والوث اللي يكون عندك أيضا بمقدار 200 بالنفس الوقت أقوم بالضبط الالايمنت بالنسبة للستاك بنال فأستطيع أن أعمل vertical alignment to the center حتى أستطيع أن يقوم بالضبط البوردر بالنسبة لل vertical alignment للكائنات إلى الـ center تمام أوكي أوكي let's يكون عندك gray like this بهذا الشكل طيب أقوم بإعطاءه margin ها مش خارجي مقدار 50 حتى أو أقل من 50 يكون عندك بمقدار 10 حتى يدفع البوردر إلى الأسفل الآن داخل هذا البوردر أنت تستطيع أن تقوم بإضافة الكائنات الأخرى فمثلا داخل البوردر تقوم بإضافة stack panel أخرى أوكي فالآن أصبحت عندك stack panel متواجدة داخل البوردر وهذا البوردر تستطيع أن تقوم بالتلاعب بخصائصة المختلفة مثلا تقوم بتغيير corner أفوا corner radius تقوم بتغييره إلى مقدار 20 وبعد ذلك تقوم بإسقاط الكائنات داخل stack panel لأغراض تصميمية أخرى